السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درس جديد من دروس الفقه الشافعي للصف الأول الإعدادي الأزهري إن شاء الله النهاردة معنا في باب الصلاة شروط صحة الصلاة أمر مهم جدا لازم تتعلمه لازم تتعلمه بخلاف المنهج لازم تتعلمه في حياتك اليومية لأن أنت بتصلي فلازم تعرف إيه هي شروط صحة الصلاة طيب أول شيء معنا النهاردة تعريف الشرط يعني إيه شروط الشرط لغة العلامة يعني علامة لصحة الصلاة إن أنت الحاجة دي لازم تبقى متوفرة يبقى لغة إيه العلامة عندك شرعا أمر تتوقف عليه صحة العبادة وليس جزءا منها ماهوش حاجة في الصلاة إنما هو أمر بتتوقف عليه صحة العبادة دي إن هي تبقى صحيحة أو إن هي مش صحيحة تمام بخلاف الركن الركن أمر تتوقف عليه صحة العبادة وهو جزء منها زي ما نجي نقول تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة طب لو أنا ما جبتش تكبيرة الإحرام يبقى الصلاة بتاعتي مش صحيحة تبقى الصلاة بتاعتي بطل بطلات تمام يبقى الركن جزء من العبادة شيء منها خلاص إنما الشرط إن هو شيء يدخل في صحة العبادة بس هو إيه؟ ماهوش جزء من العبادة خلاص يبقى دا الفرق بين الشرط وبين الإيه؟ وبين الركن أمر تتوقف عليه صحة العبادة وليس جزءا منها طيب عندنا شروط صحة الصلاة سبع شروط وعايزك تركز معي عندنا أول شيء هو الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر طبعا إحنا ما أخدنا باب الطهارة كله كان علشان إيه؟ علشان الإنسان يتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر قبل أن يقاه ماينفعش إن هو يصلي ألا ما يكون طاهر من الحدثين وإحنا قلنا قبل كده الحدث الأصغر اللي هو سواء كان بول أو غائط أو إخراج ريح دا الحدث الإيه؟ الحدث الأصغر دا اللي بتبقى منه إيه؟ وضوء دا اللي بيبقى منه الوضوء طيب الأكبر اللي هو الجنبة وغيرها من اللي إحنا أخدناه في مسألة الغسل وده اللي بيكون منها الإيه؟ الغسل حيض نفس غيره يبقى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الصلاة يعني إيه؟ يعني لو إن واحد دخل يصلي وهو محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر وقال نوايته أصلي وأم صلي مع الناس صلاة غير صحيحة يبقى لإنه دا من شروط صحة الصلاة عندنا تاني شيء الطهارة من النجاسة التي لا يعفى عنها إن الإنسان دي يكون طاهر من النجاسة التي لا يعفى عنها تمام؟ النجاسة فين عندنا نجاسة تكلمنا عليها وهي النجاسة المعفو عنها اللي هو الشيء اليسير سواء كان من الدم أو غيره شيء بسيط جدا بيكون شيء معفو عنه إنما نجاسة غير معفو عنها عن النجاسة الظاهرة ونجاسة كثيرة من دم أو غيره في الحالة دي لازم الإنسان يكون طاهر من الشيء ده ودي اسمها نجاسة الإيه؟ نجاسة البدن نجاسة الإيه؟ البدن خلاص؟ يبقى أن يكون طاهر البدن عندنا ستر العورة بثياب طاهر ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة يعني لازم أن أنت لما تيجي تصلي لازم تكون ساتر للعورة العورة دي بالنسبة للرجل هي ما بين الصرة إلى الركبة يبقى ستر العورة بثياب طاهر المرأة جميع جسدها معادة الوجه والكفين ده بالنسبة لإيه؟ المذهب الإيه؟ الشفيعي جميع جسد المرأة معادة إيه؟ الوجه والكفين عندنا الوقوف على مكان طاهر إن يكون المكان اللي أنت جاي تصلي فيه مكان طاهر وهي اسمها طهارة الإيه؟ المكان يبقى طهارة الجسد طهارة البدن وطهارة الإيه؟ المكان عندنا العلم بدخول وقت الصلاة يعني أنت ما ينفعش تيجي تصلي وانت تجهل وقت الصلاة وتقول يلا أنا دلوقتي هقوم أصلي طب أنت عرفت أن الصلاة دي العصر جاه معاده بدأ ولا ما بدأش أو الظهر بدأ ولا ما بدأش في الحالة دي من شروط صحة الصلاة العلم بدخول وقت الصلاة استقبال القبلة إن من شروط صحة الصلاة إن الإنسان يستقبل إيه؟ القبلة يكون متجه لإيه؟ للقبلة لو اختل الأمر بالنسبة له الأمر ده طبعا في إيه؟ في أحكام أخرى ولكن الأمر مش موسع بالنسبة لإيه؟ للمنهج فكرة لو حدث خطأ غير متعمد في شيء أو كلام من ده في استقبال القبلة طيب عندنا العلم بكيفية الصلاة إن الشخص ده من شروط صحة الصلاة إنه يكون عارف السنن وعارف الفرائض وعارف الحركات بتاعة الصلاة يعلم أن الصلاة كيفيتها وسننها وأركانها وكده طيب دي السبع أشياء يبقى طهارة الثياب طهارة الثياب وطهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الإيه؟ البدن اللي هي المقصود منها الثياب الطاهر دي خلاص دي اسمها إيه؟ طهارة الثياب خلاص وعندك طهارة البدن وعندك طهارة المكان دولاً ثلاثة وبعد كده طهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت والعلم بكيفية الصلاة إمتى ترك استقبال القبلة يكون جائز؟ عندك ده شرط مشروط صحة الصلاة إمتى بيسقط؟ بيسقط في حالتين إن الإنسان يكون مسافر وراكب راحلة ويكون الصلاة اللي بيصليها سنة نافلة مش فرض يعني وليكن في الوضع الراهن يركب مثلاً عبارة أو يركب أو راكب مثلاً طائرة ورايح لمسافة طويلة في الحالة دي الفرض بتاعه مينفعش إن هو يصليه هينتظر لغاية لما يصل أو إن هو هيصلي قضاء قبل أن يصعد إلى الطائرة أو العبارة أو كده إنما بالنسبة للصلاة في استقبال القبلة بتسقط فين؟ أو الشرط دي بيسقط في حالة الصلاة النافلة في حالة السفر على راحلة يعني بيكون ركب على إيه؟ على راحلة الراحلة معناها إن لما يكون ركب طيارة أو عبارة أو شيء من هذا القبيل أو سيارة في الحالة دي ما بتبقاش إيه؟ بتبقى متنوعة الاتجاهات فما بتقدرش تحدد فيها قبلة معينة تاني شيء في شدة الخوف لو إن إن إنسان خائف من أمر ضرر هيأتي إليه أو أي شيء في الحالة دي بيسقط اتجاه القبلة لو إنه هيصلي عكس القبلة من شدة الإيه؟ الخوف من مكره إن يصيبه أو شيء من هذا القبيل ففي الحالة دي عندك السبع شروط وعندك تعريف الشرط والفرق بين الشرط وبين الركن شروط صحة الصلاة مهمة جدا علشان الصلاة بتاعتك تكون إيه؟ تكون صحيحة إن شاء الله نلتقي على خير بفضله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته